تاعة طيران يدق ناقوس الخطر فقد ألغت شركات طيران في الهند واليابان والإمارات رحلتها إلى وجهات أمريكية والسبب مخاوف تتعلق بخطة تشغيل شبكات الجيل الخامس أو 5G لكن لماذا تم إلغاء هذه الرحلات ولماذا دقت شركات الطيران ناقوس الخطر والسبب بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة ضد مزودي الخدمات اللاسلكية حيث تقول شركات الطيران أن إشارات أبراج الجيل الخامس تتقاطع مع الأجهزة المستخدمة لتحديد الارتفاع في الطائرات وهو ما قد يؤثر على سلامة الرحلات خلال عمليات الهبوط حذرت أكبر عشر شركات طيران أمريكية من أن تشغيل شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة سوف يسبب تخريبا ضخما لرحلاتها وأشارت هذه الشركات إلى أن تشغيل الخدمة سوف يسبب مصيبة اقتصادية يمكن تفديها بشكل كامل وتخشى شركات الطيران من تداخل إشارات شبكة الجيل الخامس التي تستخدم حيزة تردد سي لموجات الراديو مع موجات التردد المستخدمة في أجهزة الملاحة الجوية خاصة أثناء الظروف الجوية السيئة واستثمرت شركات الاتصالات الأمريكية مليارات الدولارات في تطوير شبكات خدمات المحمول والإنترنت المتوافقة مع الجيل الخامس الذي يتسم بالسرعة أعلى واتصال أوسع وتأخر عمل الشبكة عدة مرات بسبب المخاوف التي أثرتها شركات الطيران وبالتالي تم تأجيل تتشين شبكات الجيل الخامس من نهاية العام الماضي إلى الشهر الجاري والآن تم التأجيل مرة أخرى اشتركوا في القناة